بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة هنتكلم عن محرك القرص الصلب الهارد ديسك درايف طيب نبدأ مع واحد من أهم أدوات أو أشهزة التخزين اللي هو الـ HDDD الـ HDDD اللي هو اختصار لهارد ديسك درايفر أو درايف القرص الصلب وهو من أشهر وأكثر أجهزة التخزين استخداما ويعتبر مهم لأي مستخدم للكمبيوتر وذلك من ناحيتين الناحية الأولى من ناحية أنه كل ما كان حجم القرص الصلب أكبر كل ما كان حجم الملفات والبرامج التي من الممكن للمستخدم أن يقوم بتخزينها أكبر الناحية الثانية من ناحية حصول أي تلف للقرص الصلب سوف يؤدي ذلك إلى ضياء الملفات والتي قام المستخدم بالعمل عليها وتخزينها على القرص الصلب القرص الصلب بيكون مستطيل الشكل وعند فتحه سوف نجد أنه متكون من عدد من القطع هذه القطع كالتالي أولا عندنا البلاترز أو البلاتر الإسطوانات الإسطوانات وهي التي يتم بداخلها تخزين البيانات وهي مجموعة من الإسطوانات المتراصة فوق بعضها البعض زي ما أنتم شايفين هنا هذه الإسطوانات الدائرية يطلق عليها بلاتر هي في تحتها في الأسفل مجموعة من الإسطوانات هذه الإسطوانات أو البلاترز بيتم من خلالها تخزين البيانات والملفات مثل نظام التشغيل البرامج الأفلام الأغاني مثلا الأناشيد الصور إلى آخره القطعة الثانية اللي هي عامود أو خلينا حسب نمشي هنا على الترتيب عندي الموتور الموتور هو المحرك اللي طبعا هنا مسميها موتور بس هي أيضا لها اسم ثاني اللي هو عامود الدوران آآ ممكن يطلق عليه موتور أو عامود الدوران آآ يطلق عليه آآ سبنتل خلينا أكتبها لكم موتور أو سبنتل وهو عبارة عن العامود الموجود في منتصف البلاترز أو في منتصف الإسطوانات واللي من خلاله بيحرك الإسطوانات عندي بعد كذا العنصر الثالث أو المكون الثالث للقرص الصالب اللي هو الريد رايت هيد رأس القراءة والكتابة وهو المسؤول عن قراءة البيانات والكتابة على الإسطوانات شايفين معي هذا اللي هو هذا هو هذه القطعة اللي هي الريد رايت هيد موجودة في آخر الثراع هي المسؤولة عن الكتابة يعني تخزين البيانات في داخل القرص الصالب من خلال الإسطوانات البلاترز وكذلك مسؤولة عن قراءة الملفات اللي تم تخزينها في داخل القرص الصالب عندي العنصر الرابع المكون للهاردسك اللي هو الاكتشواتور محرك اللي هو عفوا اكتويتور الاكتويتور وهو ويطلق عليه ايضا اكتويتور ارم وهو محرك الذراع او المشغل الميكانيكي وهو الذي يقوم بتحريك الذراع الخاصة بالقراءة والكتابة على الإسطوانات عندي بعد كذا عندي الانترفيس اللي هي بس قبل ما نيجي عليها عندي كمان الشرائح على شراع الحسط على شراع الحسط الطبعا عندي مجموعة شرائح بتكون متركبة في داخل اللوحة الام مش اللوحة الام عفوا اللوحة الالكترونية الخاصة بال القرص الصالب شايفين هذي اللوحة الالكترونية هذه اللوحة الالكترونية بتكون موجودة في داخل القرص الصلب عليها مجموعة شرائح واحدة من الشرائح اللي هي رقائق التحكم هي يطلق على هذه الشرائح رقائق التحكم وهي تعتبر مسؤولة عن التحكم في عمل القرص الصلب عندي بعد كذا الانترفيس اللي هي المنافذ هذه المنافذ بتكون خاصة بالبيانات التاتا اللي من خلالها طبعا هنا بيتم ربط البيانات التاتا بمنفذ القرص الصلب الخاص بالبيانات التاتا الموجودة على اللوحة الام لكي يتم طبعا نقل الملفات سواء الذهب إلى القرص الصلب أو القادمة من القرص الصلب إلى مثلا إلى شاشة العرض مثلا أو إلى المعالج إلى آخره عندنا هنا الجامبرز الجسور وهي تتم استخدامها مثلا لما يكون عندنا أكثر من قرص صلب نحب نخلي مثلا قرص هو الرئيسي وباقي الأقراص تابعة لهذا القرص الرئيسي طبعا كانت يعني كنا نستخدمها قديما حاليا مع الجديد في طريقة أسهل من الجامبرز أو الجسور عندي هنا الباور سبلاي يعني المنفذ الخاص بالكهرباء وهو المنفذ الذي سوف يقوم بتزويد القرص الصلب بالكهرباء حيث سيتم وصل المنفذ بكابل كهرباء يربط ما بين القرص الصلب والباور سبلاي أو مزود الطاقة المزود الطاقة التي هي القطعة موجودة في جهاز الكمبيوتر من خلالها طبعا بتستقبل الكهرباء وبتقوم بتوزيعه على الأجهزة والقطعة الموجودة في داخل جهاز الكمبيوتر طبعا ما ننساش أيضا عندنا قطعة اللوحة الإلكترونية البورد وهي موجودة أسفل القرص الصلب ومتصل معها جميع مكونات القرص الصلب سابقة الذكر بعد كذا عندنا الغلاف المعدني اللي هو الكفر اللي انتوا شايفينه أمامنا هنا الكفر أو القلاف المعدني والذي يقوم بتغليف القرص الصلب ويعطيه المظهر الخارجي وكذلك طبعا رح يغطي القطع الموجودة على القرص الصلب لكي يتم حماية القرص الصلب ويتم وضع ملصق عليه بيحتوي على المعلومات الأساسية للقرص الصلب والشركة المنتجة والمصنعة للقرص الصلب إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته